لن ينسان الله سيؤتين من الغيب حلا فينسين ما قاسينا لن ينسان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخوات أخواتي إخواني متابعيني الأوفياء اليوم أردت أن أفدكم كأم وكأخت لكل أبنائكم وبناتكم أردت أن أقدم لكم نصيحة مني هذا كله من أجل كل أم تعاني من بعض المشاكل كتعب مع أولادها وبناتها في الدراسة قلت في نفسي بما أنني لدي قناة ذات اسم أو ذات معنى تحفيزي وددت من الأول أن أكون هدفي أن تكون قناتي تحفيزية أن تقوم بتحفيز الآخرين بيجعلهم دائما يستمروا إن شاء الله وبالتوفيق والنجاح والاستمر للجميع دائما أود ذلك إذن وددت أن أحفزكم بعبارات بنصائح أرجو أن تكون مفيدة لكم وقبل دائما أن أبدأ أحبائي متابعيني فضلا وليس أمرا أرجو دائما الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكذا دعمي بلايكاتكم المحفزة لي وبين قوسين أشكر كل مشتركين الجدد الذين دخلوا من جديد في قناتي أشكركم لكم كل الحب وكل التقدير على يعني تقديركم هذه القناة تفانيكم لي وإن شاء الله سيدوم لنا التواصل أو سيدوم التواصل فيما بيننا إذن على بركة الله إذن قلت أحبائي لنبدأ على بركة الله إذن كلنا نعلم أننا يمكن أن نجد في كل بيت ابن أو ابنة تعاني من الكسل يعني هذا مشكل أو موضوع اليوم الكسل وكيفاه ما هي صفات الشخص الذي يعاني من هذا النوع من ال هو نوع غير جيد يعني نوع أو صفة غير جيدة للإنسان أو للتلميذة أو لابن سواء كبير أو صغير أو صغير لكن على الولدين أن يعلموا هذه الصفات وأن يعلموا كيف يتفادي هذه الصفات لكون لهم إن شاء الله يعني مستقبل ظاهر بإذن الله إذن قلت أعزائي أن نعلم أنه يمكن أن نجد في كل بيت ابن أو ابنة تعاني من الكسل وعدم حبها للدراسة وأكيد أكيد أن بعض الأولياء أو بعض الوليدين الذين يسمعانين الآن يعني متفقين معي في هذه النقطة أول شيء كيف تعلم أن ابنك يعاني من الكسل إذن كيف نعلم ذلك دائما هو لديه صفات والتي هي سأعطيكم بعض الصفات يعني لا أكثر لكم يعني من أجل أن يفهمني بعض الأولياء بطريقتي إن شاء الله ستكون مبسطة لكم مثل العادي أول صفة دائما بالنسبة للطفل أو للتلميذ أو التلميذ الكسولة أنه دائما يهمي العامله وواجباته يعني دائما ربما تتفقون معي أن هناك بعض الأبناء أو بعض التلميذ أو تلميذات يقومن الأساتذة بإعطائهن درسا أو واجبا أو حفظ درس فيهملونه أو لا يقومون به ولا يكترثون بالأمر هذا يسمى بالطفل الكسول إذن قلت يهمي العمله وواجباته ثانيا نقطة أخرى أنه دائما يتجاهل يتجاهل بعض الأعباء والأعمال والواجبات المكلف بها يعني هناك أعمال نقوم بإعطائها إياها أو الأستاذ أو المعلم يعطيه واجبات لها فيقوم بالتكاسل والخمول وعدم القيام بها ولا يكترث إذا يعني يصححها الأستاذ أو يراقبها الأستاذ يعني ليس هو مكترثا أبدا كذلك لا يكن اعتبار أو يقدر مشاعر زملائه يعني عادة نجد الطفل الكسول لا يكترث إلى مشاعر زملائه أو حتى إخوانه أو أخواته يعني يقوم بالشيء الذي يرضيه هو نفسه كذلك لا يحب أن يلتزم أو يرتبط بأي عمل لأنه تعود على الكسل تعود على عدم تحمل المسؤولية إذن فلا يلتزم أو لا يرتبط بأي عمل مثلا يقول له مشروع مع أصدقائه فيتفان عنه أو يقوم بالاتكال على أصدقائه يفهموني بعض التلاميذ يعني خاصة في هذه النقطة إذن هذه النقاط بالنسبة التي أعفوا بالنسبة الذي يملك هذا الصفات الغير المقبولة إذن أحبائي متابعين كيف نتعامل مع هذا الوضع يعني أنا قمت بتلخيص نقاط مهمة لكي تعرف أبنك أو ابنتك وأنا أكيد أن الأولياء فهمنا أن أبناءهم يعانون من هذه المشكلة لكن لا يعرفون كيفية يعني التعامل مع هذه المشكلة وكيفية القضاء عنها لكن القضاء عنها أو يعني بالصبر والوقوف مع أبنائنا يعني إن شاء الله يعني خطوة خطوة ونصل إن شاء الله إلى التفوق ومستوى أعلى بإذن الله إذن قلت يجب علينا كوالدين دائما دائما نقطة مهمة تحسيس بأهميته واهتمامنا به كفرض فعال إذن العائلة والوالدين يجب عليهم كوالدين أن يقومون بإعطاء أهمية كبيرة اهتمامه به كفرض فعال في الأسرة يعني لا يجدونه كسول يعني أو غير متفاني أو لا سلديه نقاط جيدة في مستوى الدراسي يعني لا يكتلثون بهذا الأمر يتعودن على هذا الأمر لكن هذه النقطة سلبية جدا إذن قلت الوالدين يجب أن يعطوا أهمية كبيرة واهتموا بأبنائهم كفرض فعال يعني دائما يشكرونه ولو على شيء قليل يعني لا يحس أنه فرض فعال في الأسرة ثانيا نستعمل معه المناقشات نستعمل مع المناقشات الودية يعني نصاحب ابننا ابنتنا هذا هو يعني هذه هي المناقشات الودية يجب على الأب مثلا يصاحب ابنه الأم تصاحب ابنتها لكي يتعود الأبناء على يعني مشاركة كل ما يقومون به كل أفعالهم يعني حياتهم اليومية مع والديهم كذلك أحبائي نبحث عن حوافز تشجيعية نبحث عن حوافز تشجيعية له في المدرسة والمنزل إذن مثلا نمارس دائما التشجيع له دائما على أقل الأعمال مثلا لكي تفهموا يعني كلمة تشجيع أو حوافز تشجيعية أعطيكم مثلا كيف أتعامل مع ابني لدي ابنه اللهم بارك لي فيه لديه سن سبع سنوات قلت لكم أعطيكم مثلي في عائلتي الخاصة أنني أتعامل مع ابني دو السن سبع سنوات دائما أستعمل معه التشجيع والقيام بوعده كشراء له مثلا هدايا تحفيزية لكن شرق أن يدرس مثلا جيدا أن يقوم بواجباته كذا دائما أشجعه وأشكره على كل عمل يقوم به تقوله مثلا شكرا بوركت يا بني إذن نسيت أن أقول لكم نقطة أخرى مهمة ليس مشروط يعني أن نقدم له هدايا يعني مادية يعني بمبالغ أعلى يعني كل إنسان حسب مستواه يعني وكل عائلة حسب مستواها مثلا يعني بين قوسين أنا مثلا أقول له مثلا إذا سهيت من ذلك الشيء أو من ذلك الدرس أو من إسمام كتابتك أو كتابة خط جيد أو وضع درسك جيد ماذا أفعل؟ أقوم مثلا بإعطائه الشوكولاتة مثلا حتى هذه الطريقة أستعملها مع الأكل يعني عندما ينهي أكله تكون مثلا لدي في بعض الأحيان يعني شوكولاتة تقول له عندما تنتهي إن شاء الله يعني وأن تتم أكلك سأعطيك شوكولاتة هذه طريقة تشجيعية تحفيزية يعني لا نستعمل معهم يعني الغضب يعني أو نصل مثلا إلى مستوى الضرب يعني أطفالنا اليوم لا يحتاجون إلى التفاهم يعني وأتمنى يعني أن تقدروا أن تقدر كل أم وكل أب يعني عن تفادي القلق تفادي يعني الغضب تفادي التعب وكيفية التعامل مع ابنهم أتمنى ذلك يعني أطلبوا يعني كذلك نقطة أخرى مهمة مثلا أطلبوا من ابني مساعدته في بعض الأعمال المنزلية كتغيير ملابسه لوحده وضع أشيائه الخاصة في مكانها المخصص جمع بعض المهملات المنزلية التي مثلا ترمى على الأرض نقول له يعني يضحها في مكانها يعني في مكان المهملات الخاص بها هذا كله من أجل تعليمه قيمة العمل وتحمل المسؤولية هذه كلها نقاط خفيفة جدا يعني ليست تقيلة بمعيار ثقيل يعني على كل أم وكل أب إن شاء الله كل ما يسمعوني يطبق ولو القليل وأتمنى إن شاء الله أنني قد أفدتكم ولو بقليل الآن أحبائي أستودعكم في رعاية الله وحفظه إن شاء الله أكون قد أفدتكم ولو بالقليل قلت هذه النصائح التي سهم كل عائلة في كيفية التصرف مع أبنائها لأنها مشكلة نعاني منها يعني نسبة كبيرة يمكن أن قول 60% أو 70% يعانون العائلات من هذه المشكلة أو يجدون في فرد من أفراد عائلتهم يعانون من هذه المشكلة إن شاء الله سأقوم بإفدتكم في دروس أخرى إن شاء الله وليس دروس نعم لما لا وحتى نصائح وحتى إرشادات وحتى عبارات تحفيزية لأكون لكم إن شاء الله يعني محفزة لكم ولأبنائكم وإن شاء الله سيتم التخلص من هذه العادة السلبية إن شاء الله عبر متابعتي لهذا الفيديو إن شاء الله أتمنى لكم دائما الاستفادة وأن تشاركوني دائما بلايكاتكم بتعليقاتكم الطيبة لكم مني كل الحب وكل التقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسنلتقي إن شاء الله في فيديو آخر محفز لما لا إلى اللقاء